خلينا بقى نبتدي نتكلم عن الصور وحالات البيرو تفضل يا كريم لانه برضو دايما لما نيجي نتكلم او احنا بنتكلم لما تبقى معانا الحاجات على الصورة والناس تشوف الجمهور يشوف الصورة اعتقد ده مهم جدا احنا لو معانا طبعا اول اول صورة معانا من صور التحليل اللي اللي واخدينها للمباراة نبدأ نشوف كابتن اسلام طبعا طبيعي المنظر ده احنا نشوفناه كتير قوي في الشوط الاول وحتى كنا نتكلمنا عليه لو تفتكر فيه تحليل نقاط قوة واسلوب لعب باير ميونيخ السنائي الابا ويبواتنج الاثنين مساكين وقفين في نص الملعب وتحضير اللعب بيبدأ من نص الملعب وبالتالي في الشكل ده احنا نشوف ضغط كبير جدا وهائل على لعيبة النادي الاهل والنادي الاهلي كان بادئ واقف وقفين كويس جدا وقفين بشكل اقرب الى 4-4-2 وبالتالي بنحاول نقفل زوايا التمرير على لعيبة باير ميونيخ نشوف الصورة التانية هي دي النقطة الاعتقد كانت ممكن نقطة محتاجين نتعلم منها وهي ان الهجمة دي اللي كانت لسه بدأ في نص الملعب وسطت عند كومن في داخل مطورة الجزاء طيب ايه الغلطة اللي احنا عملناها في الحتة دي بالنسبة لنص ملعب النادي الاهلي ان احنا فضلنا نحلق كتير اكتر ما نضغط احنا فضلنا في مسافة ما بين لعب النادي الاهلي ولاعب باير ميونيخ اللي بيستلم الكور لازم نعمل ايه لازم نضغط ودي بصراحة النقطة الاقل احمد على طاهر محمد طاهر كان بيعملها بشكل مميز على الجنيح طاهر كان عنده الشخصية القوية ان لما لعب باير ميونيخ يلمس الكورة يروح يضغط عليه بالضبط بيدغط مش بيحلق بضغط عليه ومنعه برضو نوع من انواع الدفاع مهم طبعا ولكن بيحتاج لوقت زي اخونا بنتكلم مثلا على استكلمت فيه اول يعني اليومين اللي فاتوا بالضبط بنتكلم على انت ممكن يبقى بتلعب باثنين لعيبة واحد بيضغط ووراها واحد بيحلق بحيث انه انت بتلاعب لعب مهاري وقدر ان هو يتخلص من الضغط يلاقي واحد وقف وراه يبدأ يضغط عليه نروح ليه الصورة اللي وراها ونشوف برضو هجمة اخرى اللي باير ميونيخ دي واحدة برضو من النقاط اللي احنا واعنا فيها ان هنا مولر بيستلم في الحتة دي وفاضي وفاضي من غير اي رقابة من الخلف ودي نقطة مبفوضة احنا كنا اخدين بنا منها ان نادي باير ميونيخ دايما بيعتمد على السكرينات او بيعتمد ان هو بيعمل باقتيار البلايميكر بينزل والفاندويسكي بيهرب من وراه فهنا كنت اتمنى دايما يكون في واحد ملاصق لمولر او حتى جناب اللي كان بيخش العنق ماينفعش يستلم الكورة هنا هو بالزبط الحتة دي كلها طبعا واكيد اكيد فيه فيه سرعة زيادة جدا احنا بنلعب مع فريق رتمه عالي اوي وعشان كده احنا عايزين يتعلم الكلام ده عشان نحاول احنا نطبقه على المستوى بتاعنا بعد اللي بعد كده اللي بعد كده تاني بنشوف بواتنج داخل بواتنج في الكورة دي يا جماعة هو اللي بيعمل بصه هنا كان اعتقد ركب يقطع لداخل منطقة الجزاء وبواتنج بصص عليه عشان يلعب له الكورة الطولية وكان طبعا بواتنج قدم مباراة جيدة مبارح في قدام النادل نشوف الصورة اللي وراها تاني بواتنج بيعمل نفس الفكرة الكورة كانت معتادة لنادي بايرميونخ وبرضا احنا وقفين صح ولكن ما بنتغلطش احنا بنرجع عملين كل ما نلعبي ببايرميونخ يتقدموا علينا احنا غصبا عننا لوحدة اللي بنقعد نرجع ودي اعتقد كانت نقطة لازم نخلي بالنا منها نروح للصورة اللي وراها ونشوف واحدة بقى من النقط اللي يتعامل بشكل رائع من بدر بانون بدر بانون عمل مباراة كبيرة بخلاف طبعا اللي هدف في الاخ خالص اه طبعا غلطته لكن ما فيش مشكلة خالص لكن طوال المباراة واحد من نجوم المباراة هو ايمن اشرف بنشوف هنا بدر بانون او ما لقى الكورة لعبي بايرميونخ يبدأ يعمل راح حاطط رجل وقطع منه توقع الكورة بشكل جيد وحول الهجمة دي من هجمة عن نادي الاهلي لهجمة للنادي الاهلي نروح للصورة اللي وراها ودي النقطة بقى اعتقد في وجهة نظر كابتال اسلام اللي ربما خلتنا هجماتنا مش كتير عن نادي بايرميونخ ايه يا احنا ما اعتمدناش عالكورات الطولية بشكل كبير الكورة دي عملنا منها في شوط الاول شوط التاني معنا فيديو لفرصة على الكهرباء في بداية شوط التاني انا في وجهة نظري كان لازم نتخلى تماما عما سألت الاستحواز ماينفعش نلعب قدام بايرميونخ باسطوب لما نيجي نشوف الحالات اللي معنا دي بنشوف لعيبة بايرميونخ زي انا ما قلت لعبنا الاهلي مش هيدغطوا نعمل بلاي للفيديو ونشوف لعيبة بايرميونخ واقفين بيمرروا الكورة بشكل جيد جدا لعبنا الاهلي بعيدة دي الكورة راحت في الاول ليه اعتقد وقدر ان هو ياخدها من ورد فعن الاهل نشوف الفيديو اللي وراه نفس الفكرة لعيبة بايرميونخ بيحضروا الهاجبة كل ده لعبنا الاهلي بتحل ما بتضغطش في مساحة كبيرة جدا ما بين خط الوسن ومن خط الدفاع لعيبة بايرميونخ بيطلعوا المساحة هنشوف هيوصلوا غاية مرمى محمد الشينام كل ده مفيش حد بيضغط ان احنا محتاجين في المساحة اللي قدامه طيط الجزاء لازم تمنع المنافس ان هو يستلم الكورة اوعى تحل لازم تضغط عليه نشوف بقى اخر فيديو معانا والفيديو ده انا الكورة ده انا قلتها بتاع هابل بس بنروح لاخر فيديو لان ده مهم جدا ان لعبت النادي الاهلي بيعودوا يتفرجوا على الاخطاء دي هما هناك طبعا طبعا عشان بس ايه تبقوا حضراتكم عارفين الشكل العام اللي بيحصل دلوقتي ان هما فيديوهات متقطعة للعابة النادي الاهلي من المسؤولين عن الموضوع ده هناك وبيشوف الفيديوهات دي مش دي لكن بيشوفوا اخطاءهم داخل هدي المباراة واكيد طبعا احنا ومباراة الدحيل كمان وربما كمان ده امر هيتكرر قدام بالمائل طبعا طبعا فرقة بتاع الاستحواز برد بالزبط نشوف واحدة من الفرص الجميلة لنادي الاهلي خلقها في بداية الشهوط التاني كان عندنا احنا احساس ان الكهرباء هيخلاص هيخش انفراد للمرمى هي دي دي اللي احنا بقالنا تلات ايام بنتكلم عليها اسحب بايا ميونيخ لنص الملعب ورمي الكرة الطولية لواحد سريع وعشان كده كنت اتمنى طبعا محمد شريف ياخد وقت اطوب بس ما فيش مشكلة قدر الله ما شاء وقعد الله ما شاء فاعل ما فيش مشكلة خالص والكهرباء في اللعبة دي واحدة من الهجمات الحلوة اللي احنا خطفنا بيها نادي بايا ميونيخ من رقود اتمنى نقررها مرة واثنين وثلاثة لان اكيد لو في اول مرة ما نكحيتش كيف ممكن يبقى نزمة النجاح تكتر في المرة التانية والتالتة مشكرك يا كريم اتفضل يا دكتور احمد كلام مهم الهن الحقيقة يا كريم سعيد فيما يخص بعض السلبيات وبعض الايجابيات المتواجدة في فريق نادي الاهلي في هذه المبارات تاريخية ما بين النادي الاهلي ونادي بايا ميونيخ دكتور احمد خليني بقى نتكلم بالصور الاول بعد كده ناخد الفيديوهات تحليه هيبقى متقسم الاول هنحل الفريق بايرون ميونيخ وبعد كده النادي الاهلي بايرون ميونيخ طبعا بدأ ينبير حر بايرون ميونيخ ماشي يا سيدي ماشي ازاي هم برضو تفوقوا علينا هم لعب اربعة اتنين تلاتة واحد زي ما توقعنا ليلة المباراة بمارك روكا وكيمتش ويعني اربعة اتنين تلاتة واحد اول صورة معنا ازاي هم بيمنعونا من تحضير الحجمة زي ما قلت لحداك قبل المباراة هم بيزنقوا الفرقة في وسط ملعبها بلعبوا تفاع حالي عالي اهو كل لعب مع لعب ما انتمان ضغط عالي منعين الفرقة ان هي تحضر فالشناو بيضطر ان هو ايه يشوت ضربة المرمى كل لعيب اهوزك معاها السهم 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 فانت بالتالي بتشوت وبالتالي هو بيطع منك الكورة بيكسب منك الكورة التانية في نفس الوقت برضو عندهم ميزة ان الخطوط التلاتة متقربة ففي نفس الوقت بياخد منك الكورة التانية والكتل بيتحركوا ككتلة واحدة في حالة الدفاع وفي حالة الهجوم ده سر سر تفوق بيرا ميونخ مبيرا الضغط العالي اللي عاملينه وتفوقهم في الكورة التانية لو جبنا الصورة اللي بعدها نفس الفكرة برضو حالة تانية في دقيقة تانية بالضغط العالي نحس ده هي 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 بالضبط نفس الفكرة برضو كل لعب فالشان هو بيضطر ان هو مش عارف يبازي ورا مش عارفين نلعب لعبنا عشان كده عدد التمريرات بتاعنا قليل مش نفس يعني العدد التمريرات قليل جدا مقارنة احنا كنا بنعمل خمسمائة وستمائة تمريرة لكن هم اللي ضغطين علينا في وسط ملعبهم نيجي للصورة اللي بعدها او حالة البيرو مش خلينا نروح للبيرو هنبص ازاي هم برضو احنا مش عارفين دي برضو بيبين طريقة الضغط نفس الفكرة اللي في الصورة كل لاعب مع لاعب وعملين ضغط عالي واحنا اتكلمنا ان احنا نحاول ان احنا نستغل الدفاع العالي بتاعهم بايه من خلال التمرير الطولي نفس الفكرة فالطريقة دي برضو خطوط متقربة حتى لو واحد عندهم غلط قدام التاني بيغطيه كتلة واحدة فده سر قوة بيرون ميونخ امبيرح الطريقة دي نيجي بعد كده للفيديو او حالة البيرو اللي بعد كده ازاي برضو دي كانت هاجمة لبيرون هم برضو خدوا الكرة التانية مننا مرتين او تلاتة فيها ايو كانت عندنا مشكلة فاصلة الملعب في حتة الكرة التانية ما كناش بناخدها كتير اوي يعني بصوا حدك ادي واحد اهي راحت لفندوفيسكي اتقطعت راح اخدها تاني اخدها تاني وراحت انفراد وراح شايتها بص نكمل نفس الفكرة برضو ليه الفراج او الفجوة دي كانت موجودة لنتيجة ان هم اخدوا الكرة التانية من الاول اصلا فنفس الفكرة ان هم حتت برضو تردت ورجعت تاني وخدها كرة تانية اه ده روكا الامسي اه مارك روكا نفس اللعبة دي اه فدي بيبين لك ان سر تفوق في الكرة التانية ان هم بيتحركوا الكاكوتلة واحدة وعملين ضغط عالي طيب نيجي بعد كده اه اهم لاعب عندهم امبيرح ودي الخريطة كيمتش ده السر الخافي والتفوق في وسط الملعب كان كيمتش تخيل ان دي الخريطة الحرائية بتاعته الاصفر الاصفر والاحمر كمان كل ده تخيل ان هو اللمس الكورة 144 مرة 144 مرة في ماتش واحد ايه عمل 7 تمرير طولي عمل 117 تمريرة لعيب لوحده عمل 117 تمريرة عمل صنع 6 فرص فيعتبر ده كان نجم الماتش مبيرح كيمتش وبعد كده الفندوفيسكي طبعا ودوره جات له كورتين او طالت كور كورتين جونين وكورة الشنة وطلع عليها انقذها فده كيمتش ده يمكن الناس ما تحسش بدوره لكن الارقام والخرايط الحرائية تبين لك دوره في الملعب وسر تفوقه امبيرح على وسط ملعب الاهلي الصورة اللي بعد كده الصورة اللي بعدها دي الخريطة خريطة التمريرات وبصها دي لمس الكورة 144 مرة ماشي ده كده بايران ميونخ تتكلمنا على كيمتش وعلى طريقة الضغط وعلى الفكرة بتاع بايران ميونخ سمي نيجي بقى للنادي الاهلي النادي الاهلي كان فكري موسيماني يمبيرح ان انا حلعب في الحالة الدفاعية طبعا 4-4-2 دفاع كومباكت ومتكتل ورا حلعب طبعا محترم بايران ميونخ برجع لورا بحاول ان انا بعمل ضغط كده وفي وسط الملعب وحاول افتاك الكورة واعمل هجمة مرتدة بس للامان احنا كنا بنعمل مرحلة واحدة بس في كورة القدم وهي مرحلة الدفاع بس ما كانش فيه مرحلة التحول من الدفاع للهجوم ولا مرحلة الهجوم دي ليه انا من وجهة نظري الشخصية ان كان ان احنا كان ناقصنا حاجتين الحاجة الاولانية ان احنا كنا محتاجين مهاجم تارجت نطلع عليه لان كهرباء مهاجم وهمي كنا محتاجين اللي نطلع عليه ان انت التمريرات الطولية لازم يبقى عندي مهاجم تارجت اقدر اطلع عليه دي اللي كان عشان كده ما كناش بنعمل مرحلة التحول من الدفاع للهجوم الحاجة التانية ما كانش فيه مرحلة هجوم اصلا ما كناش بنهاجم كتير ممكن احنا عملنا تلات محاولات بس او اربع محاولات فدي احنا عملنا المرحلة الاولى في كورة القدم اللي هي مرحلة الدفاع زي ما قدامنا على الصورة ان احنا بندفع في وسط ملعبنا كان نقصنا من وجهة نظري المهاجم التارجت قدام الحاجة التانية اول ربع ساعة او اول نص ساعة كنا خايفين شوية الخوف او حتة العامل النفسي انا بشوف ان هنا توتر اكتر بينها اي حاجة تانية اه التوتر النفسي ده اثر علينا في القرارات في التمريرات في الضغط العصبي بتاع المباراة ان انت بتلاعب بيران ميونخ ودي برضو بتكتسب خبرات هنا اللعيبة اول مرة تقابل بيران ميونخ اللي كانت محتاجة تتعدل السورة اللي بعد كده ده لما موسيماني غير في الشرط التاني حول لديانج ديانج هو اربعة ثلاثة يعني اربعة خمسة واحد ديانج برضو بيدي على فكرة تغييراته كانت ممتازة مبارا تغييرات موسيماني ممكن تكون اتأخرت سنة صغيرة لكن تغييراته وفكره كان كويس ليه؟ انا افشة كنت محتاج واحد يديني كوة وصلابة في وسط الملعب فراح منزل ديانج عشان تفوق كيميتش قدي صلابة وفي نفس الوقت انا محتاج سرعات فراح منزل محمد شريف ومنزل صلاح محسن هيعمل ايه؟ عنده سرعات عنده صلاح محسن ومحمد شريف يقدر ان انت السرعات دي والتارجت نزل بوالية فدي نفس يعني حاول ان هو يصلح وحاول ان هو يغير بس في نفس الوقت برضو انت بتلاعب بايران مونخ مش عايز النتيجة تفتح ولا تتغلب اربعة ولا خمسة لا انت تحاول ان انت تدفع وده المزحات ولو عرفت ان انت تتعادل كان بها ما عرفتش خلاص في نفس الوقت برضو دي قدرات لعيبة يعني ليفندوفسكي لما بيجيب الجون التاني في اخر ديئة لما استغل فرصة او سرق مثلا بدر بنونو محمد هاني دي قدرات لعيبة ده لعيب خارج ليفندوفسكي يعني احسن مواجب في العالم احسن مواجب في العالم اللي بعد كده الصورة اللي بعدها نفس ده طبعا محمد هاني صور ده تقلق محمد هاني قطع الفونسو ديفيز دي كانت تاريب في الشروط الاول الفونسو ديفيز قطعها منه وجرى وفتح الاسبرينت اه اخر الشروط الاول اه فتح اسبرينت وجرى ورقص محمد هاني يستحق التحية على ادام برح بصراحة نجابر له حالتين دي الحالة الاولى والحالة التانية اللي بعدها برضو دي كانت دي اللي كانت في اخر المباراة لما عمل التاكلينج على الفونسو ديفيز في اخر المباراة كانت في دي اثنين وثنين يلعب على سواريخ محمد هاني مبالح بصراحة يستحق التحية ونتمنى ان هو يستمر على كده واحد من نجوم المباراة الصورة اللي بعدها دي دي الخريطة الحرارية بتاعة طاهر محمد طاهر بصوا حدق اتحرك في كل مكان عمل مجهود بدني كويس جدا عمل دور دفاع محترم جدا ناقص طاهر محمد طاهر زي ما قلت الحق القرارات قدام عايزين نشوف بقى بتاع المقاولين اللي كان بيشوتوا بيجيب جوان غريبة عايزين نشوف دي اللي نقصات جوان جميلة طيب اه لكن جوان اكثر من رقعة لكن هو محتاج الحتة دي لكن هو بصراحة مكسب ولعيب مهم جدا وعنده شخصية النادي الاهلي اللي بعد كده اللي بعد كده ده ده لبرو دور الليبرو ومحمد الشناوي والطلوع واحد من احسن الحراس وبصراحة محمد الشناوي انا بعتبره هو طبعا بيلعب في النادي الاهلي وكل حاجة بسوء كان ممكن يلعب في انديت اوروبا اللي هي الناس اللي بتقلل من الشناوي او كده لا الشناوي يستحق كان يلعب في كلاس ايه في اوروبا لكن هو في النادي الاهلي وهو بيحب النادي الاهلي وهو كابتن النادي الاهلي وهيكمل في النادي الاهلي طبعا الصورة اللي بعدها ده برضو دي حاجة مهمة جدا انفراد ليفاندوفيسكي لولا خروج الانقضات زي الوحش بتاع الشناوي كان الجون لولا الخروج ان انت تطلع وتقفل الزوايا على مهاجم كبير زي الفاندوفيسكي ده ده الطايمينج بتاع محمد الشناوي سواء في اللعبة الاولينية اللي جبناها او اللعبة التانية محمد الشناوي احسن جوم في مصر واحسن جوم في افريقيا طبعا الصور اللي بعدها دي اللعبة اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي ازاي نوير في المباراة التعليقات ازاي يبقى في نصف الملعب وبتاع امبص الصور اللي بعدها بص حداك دي كل تحركات نوير او اغري يعني بعض الصور جبناها من الماتشاط الاوروبية يعني ده مش جديد على نوير كل الناس اللي متابعة اوروبا اه يعني كل الناس اللي متابعة اوروبا هتعرف ان نوير دايما بيبقى مش معنى كده ان النادي الاهلي ضعيف لا هو ده ده طبعي نوير هم كانوا هم عاملين كده عشان يبينوا قد ايه النادي الاهلي ضعيف هم عايزين العمل كده عايز يبينه ده. الحقيقة هو اثبت العكس. اثبت حاجة مهمة جدا انه هو ما يعرفش كويس في الكرة الاوروبية. يعني كويس ان انت هو متضايق. هو متضايق النادي الاهلي مكسرش ستة. هو متضايق. والله هم كانوا متضايقين النادي الاهلي مكسرش ستة. انت خسرت اتنين بس دي حاجة داياتهم. طيب اللي بعد كده. الصورة اللي بعد كده. ده برضو خريطة نوير بصوا هتلاقي اتحرك في نص الملعب. دي برضو الخريطة كانت سنة 2019-2020 يعني من سنة 2019-2020 اه. يعني مش حاجة جديدة. الصورة اللي بعد كده. دي اخر صورة معنا. اه. دي اخر صورة معنا وكده اعتقد ان انتو اتفضل يا دكتور. يعني اعتقد ان كده كل الامور اه واضحة للجميع بما انه احنا بنتكلم اه ارقام وفيديوهات وصور. مش بنتكلم اه كده وخلاص. وعندنا مساحة اعتقد. اعتقد يعني. انتو كنتك تكلموا على قناة الاهلي. مخبوط مش في عدة تانية. انتقادنا على فكرة. افرجوا على الفقرة. شافون واقع. انت ما انتقادش حضرتك. انت قلت سلبيات. اه. يجب ان يتعلق على فكرة. انا بقول لك حاجة انا يعني انا عرفها. اه. يعني صور معا ان لعبت النادي الاهلي. الحاجات دي متقطع لهم. وبيتفرجوا على السلبيات قبل الايجابيات. طب. ماتش بايرن منك بس. طب. ماتش بايرن وماتش الدحيل. طب. وبالتالي كل واحد شايف حاجة شافة. طب. انه هو بيعملها غلط. اعتقد انه هو. هيغيرها خلال الفترة اللي جاي. طب.